الجونة انا عجبنا اشي في النهاردة ان انت واخد خط الجونة اه اه احباول للناس اللي ما تبعت شوها على القليل زماش الناس التانية بتشتغل برضو علشان الناس تاخد حقا اه 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 صح الناس كلها بتشتغل وطالما الناس بتشتغل لازم نحاول حتى لو احنا مش مش شايفين كل حاجة نحاول ان احنا نديوها ببارك التغيير بقى لو رجعنا للسلايد كده الاسلايد التالت والرابع فيهم حاجة سريعة هناخدها ونروح للحالات اه التغيير الفني وتغيير الجلد الفني الكابتن عنا عبدالعالي السناني كمان روح بقى الحتة فيها استحواز فيها ان هو بيمسك الكورة بيشتغل من تحت فيها ان هو بيدغط اوقات بشكل والمش جاهزين معها بس هنخش على الحالات على طول نخش على الحالات على طول مش مشكلة احنا يعني الاصلاد كان هيشرح حاجة بسيطة يعني ولكن لو روحنا للحالات اه يعني هنا مثلا هنلاقي ان الفرق اللي بتستحوز هي النادي الاهلي وبيراميتس وسيراميكا وبعض الاندية فيجي رقم سبعة نادي الجنب وبالتالي ده رقم كويس في تغيير الجلد الفني الكابتن عبدالعالي السنادي بيحط حاجة مختلفة فنيا اللي سلايد اللي بعده ده بقى الجيمس ويتس كده تعالى نروح للبعده عشان نقول هو بيلعب اللي 4 3 3 ازاي اللي بعده على طول او مورد الحالات وغيرها النهاردة في قدام النادي الاهلي هو بيلعب بيها انا بتفرج على منشطة الجنوب بيلعب بيها من اول موسم هو بيلعب اللي 4 3 ازاي اللي احنا شايفينها دي بيلعب بواحد بس هو الفرق ان كابتن عبدالعال عامل بيلعب ما بين الموسم اللي فات او المواسم السابقة لكابتن عبدالعال والموسم بقى دول اللي هو ايه ان انا بدل ما بلعب بتفندر انا بلعب بشوش اللي هو اصلا مساك بس بلعب بتفندر فالرجل ده في حالات معينة بيدخل ما بين الاتنين مساكين فيعملي 3 او في حالات معينة هو بيطلع فوق وبيمسك كرة وكرة كويسة وبيبدأ يشتغل من تحت وبالتالي بيقوم بدور شغل حالات بقى نروح بقى للحالات هنشوف ان نادي الجونة في بعض الحالات هو بيدغط بشكل عالي على النادي الاهلي ما عندوش مشكلة هنا الكرة دي كانت ضربة ركنية النادي الاهلي هيستحوز على الكرة وهيبدأ يعمل هجما مرتد الجونة هيستخلص الكرة علشان يحاول يعمل هجمة تانية النادي الاهلي هيحاول تاني المفاجأ بقى ان الجونة هيقطع الكرة للمرة التالتة وهين بقى شخصية المدير الفني الجديدة اللي طبعت على اللعبة ان خلاص هو اللعب النهاردة بعارف او او انا ممكن ان اكون بلعب النادي الاهلي وفرقة قوية وكل حاجة ولكن انا طول ما النادي الاهلي في نص ملعبه انا احاول على قد ما اقدر ان انا افضل حاطة النادي الاهلي في نص ملعبه واضغط عليه بشكل عالي وقطع الكرة مرة واثنين وثلاثة التغيير عقلية اللعيبة في حين على فكرة ان النادي الجونة السنة دي تقريبا عنده مجموعة لعيبة منهم لعيبة ما مشاركتش في الدورة المبتازة قبل كده يعني كمان هو مش بس كده ده كمان خسر حد من اللعيبة المهمة جدا اللي بدأ مع الموسم وكان ماشي بشكل هاي الأحمد بالحاج هو مشي ماشي في يناير بدأ الأحمد بالحاج ببعض اللعيبة منهم اثنين لعيبة اجانب ولعيبة محليين جاب لعيب من من لافينا لعيبة في سبعة تامن لعيبة في السكواد ما لعبتش دورة ممتازة قبل كده وبالتالي انا شايف ان الحالة اللي عاملها كابتن على عبد العالم في التغيير بص لعيب الفرقة بتضغط بشكل عالي من فوق حتى لما النادي الأهلي بيوصل للمناطق دي هو وايف كومباكت بشكل كويس عامل دفاع متوسط بشكل كويس مش مدي فرصة لنادي الأهلي ان هو يشتغل لكن في النهاية النادي الأهلي النهاردة انا شايف ان حلوله الأكبر كانت حلول فردية اكبر منها حلول تاكتكية الهجمة دي فيها دقيقة كاملة من الاستحواز لفرقة الجنة اللي انتهت بتصويبه الحالات بتشرح مش شرط ان نشتغل كل الحالات ولكن هي الحالات بتشرح الأفكار الفنية الجديدة اللي حاططها كابتن على عبد العالم والتطور اللي موجود فيه كمدير فني وبالتالي التطور ده بقى موجود على الفرقة اللي مشتغل عليها حاجة أخيرة لو تفتكر الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن كابتن أحمد روف وانا قلت لك وقتها قلت لك انا اتمنى انه يكمل لان بالظروف دي وبالحالة دي احنا محتاجين مدربين شباب أكتر انه هما يشتغلوا ويبقى ليهم دور والمدربين دول ياخدوا فرص ومش هيغزلونا انا شايف كمان ان كابتن على عبد العالم انا حاسس ان الفرق اللي في نص الجدول اللي بتصرف هو عنده 28 بنت أكتر من فرق بتصرف أكتر منه بكتير هو زيه زي سراميكا دلوقتي وشوف سراميكا بيصرف قد ايه مودرن فيوتشر الجيش سموحة كل الفرق دي بتصرف فلوس كتير تبدأ تصق شوية في كابتن على عبد العالم بالتغيير الحاصل ونبدأ ننقل لهم الحالة الفنية دي ان الراجل ده تطور بشكل فن كبير فجماعة قدوا راجل ده فرصة في فرق أكبر خليونا نشوف لعله عسى ممكن احنا نكون مخطئين او هو يقدر يزبط نفسه بشكل أحسن عظيم جدا